الثانية والربع في صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة للأخبار مع ألان سغيب عيسى والمخرج رودريك نمنوم العناوين مجلس الوزراء يستأنف غداً مناقشة الموازنة والحرير يدعو إلى عدم افتعال المشكلات استمرار الإدراب غداً في المؤسسات العامة ومصر في لبنان سامي لجميل الجيش وحده يدافع عن الدولة دور السلاح عم بيأثر على الحياة السياسية وعم بيشوه ديمقراطية البلد تجدد الغراط على غزة وجرح أربعة مستوطنين بصاروخ سقط في عسقلان استعمل أي بطاقة من باك الاعتماد اللبناني جمع نقاط واستبدلها بميليد تتسافر وين ما بدك وقت اللي بدك وعلى متن شركة الطيران اللي بتختارها بدك تسافر ع حسابنا؟ اعتمد علينا باك الاعتماد اللبناني دايماً بقربك يستانف مجلس الوزراء جلساته غداً لمتابعة مناقشة الموازنة وسط تصاعد الاعتراض في مجمل القطاعات التي سيشملها التقشف أو التي سيطلب منها المساهمة في خفض العجز فاتحاد النقابات العملية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة أعلن الاستمرار في الإدراب والإقفال التام وعدم الحضور إلى مراكز العمل وكذلك فعل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كذلك أكد موظف مصر في لبنان الاستمرار في الإدراب والبقاء في مكاتبهم من دون عمل أما العسكريون المتقاعدون فيستعدون لمتابعة التحرك وهنا يطرح السؤال كيف ستقر الحكومة الموازنة في هذه الأجواء والسؤال الآخر ما البديل في حال عدم إقرار الموازنة سيناريوات عدة تطرح لكن الأكيد أن التخبط هو السمة العامة لمحاولات التقشف التي تقوم بها الحكومة من دون دراسة التداعيات على مختلف الصعود رئيس الحكومة سعد الحريري شدد على ضرورة الإسراع في إقرار الموازنة لأن لا مصلحة في الطباط أو في افتعال مشكلات هامشية من شأنها أن تعيق إقرارها ونقل زوار الحريري تأكيده أنه آن الأوان للإفادة من مؤتمر سادر مشيرا إلى وجوب الوصول إلى ما نطمح إليه وهذا يتطلب تحقيق الشراكة الوطنية بين مكونات الحكومة والترفع عن تسجيل المواقف وفي خلال جولة له في كسروان أكد وزير الخارجية جبران باسيل أن الأزمة الاقتصادية لن توقفنا عن حلها كما قال بالرغم من العرقلات الداخلية والخارجية في هذا الوقت أكد رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج أن يوم غد سيكون يوم عمل عاديا ولفت إلى أن المجلس التنفيذي للاتحاد سيعقد اجتماعا الأربعاء المقبل محذرا من أنه في حال عدم الاستجابة إلى مطالب نقابة موظفي مصرف لبنان قد يتجه الاتحاد إلى إعلان الإضراب تضامنا مع موظفي المصرف المركزي بالتزامن عقد العسكريون المتقاعدون اجتماعا في مبنى عصان فارس البلدي في حلبة بمشاركة الأسلاك العسكرية كافة من أهالي المنطقة وتم التشاور في المحسومات التي ستطال المتقاعدين في مشروع الموازنة وطلب من المتقاعدين الاستعداد للمشاركة في الاعتصامات التي ستحدد لاحقا وزير المال السابق دميانوس قطار رأى في حديث إلى برنامج كواليس الأحد من صوت لبنان أن التقشف المطلق في اقتصاد حر لا يكفي لأنه يؤدي إلى انكماش وما نحتاج إليه هو تقوية الاقتصاد واعتبر أن المعركة على المصارف غير سليمة هذه الموازنة موازنة رقمية هدفها سق دخول لإقراط سادق واضح وبدأ قطع حساب السبتاعش تمان سير بمخالفة دستورية جديدة يعني عم نعمل معركة نحنا على المصارف معركة بمفهومة وبمضمونة غير سليمة لأنه بالنهاية نحنا منقلهم بدنا نزيد من السبع للعشرة مش هيدا هي الإشكال هيدا جزء من الإشكال الإشكال هو تحميل المودعين في لبنان أنه هو هن راس الحربي وهو هن الأزمة مع أنه هن اللي سمحوا بتمويل هذا العجز خلوني شوف بالموازنة كيف فين روح على الاقتصاد الإنتاجي بدك شوية إرادات زيادة من المصارف خود إرادات زيادة من المصارف بس فرشيني تاني ميل وزير الصناعة وأل أبو فعور دعا إلى حرمان السارق وأعطاء المستحق مشددا على وجوب أن تكون الموازنة تحت هذا العنوان ولفت إلى أن الحزب التقدمي الاشتراكي يقوم بجهد مع عدد من الأفريقاء لإقامة هذه المعادلة الذهبية العادلة وهي عدم التقطير على أصحاب الحاجات وإغلاق كل أبواب السارقة في الوقت عينه النائب بلال عبدالله غرد عبر تويتر قائلا إن جوقة منظمة من الليبراليين النهيمين وفي مواقع مسؤولية مختلفة تخيرنا بين الانهيار أو القرارات الموجعة كفى تذاكيا يا سادة لأن الانهيار الذي تهددون به سيطيح أولا بمصارفكم وأموالكم المكدسة بعد تراكم أرباحكم في خلال عشرات السنين اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في حديث إلى قناة العربية أن السلاح قوة معنوية تشوه الحياة الديمقراطية قرار اللبنانيين ما أنه قرار حر بالدول يلي مفترض تكون سيدة ومستقلة في شيء اسمه الجيش الوطني هو يلي دوره أنه يدافع عن حدود الدولة بولا بلد بالعالم عندك ميليشيا موكلة من الدولة أنه تقوم بهذا الواجب هذا واجب الدولة وعلى الدولة أنه تعطي كل المقدرات اللازمة للجيش تقدر يقوم بهذا المهم هذا واحد اثنان مشكلة حزب الله الأخرى أنه استعمل هذا السلاح من أجل التوازنات الداخلية السياسية دور السلاح المشكلة فيه أنه عم بيأثر على الحياة السياسية وعم بيشوه ديمقراطية البلد وعم بيأخذ لبنان إلى مكان آخر تماما كل الدول العربية قاطعت لبنان ليه؟ لأن الحكومة اللبنانية اليوم هي تحت سيطرة حزب الله ولأن القرار الرسمي اللبناني أصبح بمكان آخر علق المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو على الصورة التي انتشرت لوزير الخارجية جبران باسيل خلال زيارته ليراس إصطاف جبيل حيث قدم له حزب الله هدية تذكارية عبارة عن قذيفة فكتب عبر تويتر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل تلقى هدية جميلة وهي قذيفة أهداها له بكل محبة حزب الله الذي يحتل لبنان في خدمة طهران في وزراء خارجية بأي دولة بالعالم بيتلقوا هدية من تنظيم الإرهابي ما تقولوا أنه بلبنان مش محتل بتواطق مع كبار المسؤولين بالبلد أعلن مجلس الأعلام في حزب الكتائب رفضه المسة بالحريات الإعلامية في لبنان والتي هي في أساس الحريات العامة ورأى في ادعاء رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب على الإعلامية نوالي شعبود محاولة يائسة لتطويع الإعلام الحر والإعلاميين الأحرار بهدف تغييب الرأي الآخر وإكمال فرض هوية جديدة على لبنان يحاولون ترسيخها مؤكدا أن الكتائب في المرصاد لأي نهج قمعي أو إلغائي ولفت مجلس الأعلام في حزب الكتائب إلى أن الادعاء على الإعلامية عبود يندرج في سياق محاولات كم الأفواه وقد سبق للدعاء أيضا على الإعلامية في موقع كتائب دوت أورج سونيا رزق على خلفية إجرائها مقابلة في شأن ملفات فساد مشددا على أن الحزب سيواكب مسارات هذه القضية وكل قضية مماثلة صونا للحريات العامة وحفاظا على كرامة الإعلاميين الأحرار وسيكون كما هو دائما في طليعة المنتصرين لقضايا الحق والعدل والحرية إدارة إذاعة صوت لبنان أعلنت في بيان أنها تجد نفسها مرة أخرى في ساحة النضال تخوض غمار الدفاع عن حرية الرأي والتعبير بعد إحالة معدة ومقدمة برنامج نقطع السطر الإعلامية نوال ليشا عبود أمام محكمة المطبوعات بدعوة مقامة من رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب على خلفية حلقة تناول فيها المتحاورون شؤون الجامعة وأضاف البيان لقد أحسن أيوب في اللجوء إلى القضاء ليحدد من هو الحريص على الرأي الآخر ومن هو المتمسك بالرأي الواحد إنما طرحته الزميلة عبود في برنامجها ليس سوى عينة صغيرة من أسئلة كبيرة تطرح حول الجامعة اللبنانية ورئاستها وإن تحويل الأسئلة المشروعة إلى سيف مصلط لإسكاة صوت الحق لن يمر وأكدت صوت لبنان أنها لم تؤدي سوى وظيفتها من خلال ترح هواجس الناس فهي بشهادة مستمعها وأهل العلم والقلم صاحبة حق منحتها إياه حرية التعبير والرأي وثقة الناس ولن يشلحها أحد حقها المقدس ولن يفك أحد الرابط بين صوت لبنان والحرية المحبوك بعرق الناس ودم الشهداء ولكن هل أصبحت حرية الأعلام في لبنان مهددة؟ تقرير إيدي حطاب حرية الأعلام في لبنان في خطر في ظل استمرار حملة كم الأفواه على وسائل الأعلام والأعلاميين في كل مرة يكشفون فيها ما كان من الهدر والفساد الزميلة نوالي شعبود تمثل أمام محكمة المطبوعات الخميس المقبل بناء على دعوة رفعها بحقها رئيس الجامعة اللبنانية فماذا تقول عبود لإزاعتنا؟ بعدد من الحلقات اللي اتنوالت فيها الجامعة اللبنانية كان في تسطيط الضوء على موضوع الصغرات بملف الجامعة أخصوصا من المعترضين على إدارة الجامعة من قبل أصدقاء الجامعة وأنا حوالت يعني بكل الحلقات أن يكون في عندي ضيوف من الجامعة اللبنانية ومستشار رئيس الجامعة بعدد من الحلقات كان موجود بهالحلقة بالذات اللي صار في رد تشعل عليها امتنعوا الجامعة لأن يكونوا يتمثلوا بهالحلقة فصار في عدد من الأسئلة وأنا كنت عد كون يعني محامي الشيطان وعبت نوالبيان الجامعة اللي طلعوا وعم نقشوا مع ضيوف موجودين بالحلقة وهيدا اللي كان زعجت هالحلقة رئيس الجامعة وأقدم دعوة بحقي على كل حال أنا رح أمسل أمام القضاء ورح أقول اللي عندي الزميلة في موقع كتائب دوت أورغ سونيا رزق بدورها تتحدث لإذاعتنا عن استدعائها إلى القضاء أنا أضيتي عالقة بالقضاء من أكتر من سنة على خلفية إجرائي مقابلة مع موظف بإهراءات بيروت هيدا الموظف تخذ بحقه أرار فصل من وظيفته وخلال المقابلة اللي أجريت معه تشف عن بعض الحقيقة عن مستشار أحد الوزراء بس النتيجة اللي كانت كتير بتفاجئ إنه تم استدعائي لأيلي أنا إلى مكتب جرائم المعلوماتية والتحقيق معي ومن ثم تحويل الملف إلى محكمة المقبوعات واليوم القضية عالقة بالنيابة العامة من هون بسأل شو الزنب يلي ارتكبته أنا طالما نقلت حديث هيدا الشخص وهل صارت أماني تنقل الحديث الصحفي مخالفي بيتعيقب علي الصحافة الأعلامي جو معلوف يكشف عن الدعوة القضائية التي أقيمت ضده في اليوم العالمي لحرية الصحافة متفاجئ باليوم العالمي لحرية الصحافة دعوة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في ترجل مينوس دعوة كانت ضد وضد الزميل مرسل غاني أنا بالنسبة لأيلي لما طرحت هذا الملاث ملاث التفاج بالقضاء طرحته كرمال هيدا المؤسسة وصيد هيدا المؤسسة وطرحته وقلت على الهوى أني ما رح واقف وأنا لما أقول ما رح واقف ما بوقف لا دعوة ولا شي رح يخليني أتراجع الزميل هشام حداد تحدث لإذاعتنا أيضا عن مواجهة سياسة كم الأفوى ولا مرة نزلت السعف هذا كان أكبر هزيمة لليبوجي لأنه لك الفضاء واللي بيكمل أفوى إلى حد ما صبره ومنه هلقدي يعني أنت طولت بالك والنفس الطويل أنت بتربح بالنفس الطويل هو بيخسر بأيام السوريين منهار الألام منهار الألام على وقت كم سياسة فكأنه بيقدر يكمل أفوى وفي الختام يبقى السؤال هل بات قيامه الصحافي بعمله على أكمل وجه جريمة في لبنان إيدي حطاب صوت لبنان أمل البطرياركو الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي في قداس افتتاح الشهر المريمي في بازيليك سيدة لبنان في حريصة أن يكون هذا الشهر مصدر خير ونعم على وطننا يطيب لي أن أهنئ راجياً أن يكون مصدر العيد مصدر خير ونعم على وطننا لبنان وهي سيدته وملكته وحاميته وعلى بلدان الشرق الأوسط ملتمسين لوطننا ولهذه البلدان المشرقية السلام والاستقرار وعودت مواطنيها اللاجئين والنزحين إليها لكي يحافظوا فيها على حقوقهم المدنية ويواصلوا كتابة تاريخهم على أرضها المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان دعا في رسالة لمناسبة شهر رمضان إلى أقرار موازنة معقولة ومقبولة مد اليد إلى جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود لهو أمر في غاية الخطورة بل لا يجوز لذلك نطالبهم وهم في خضم البحث عن موارد مالية لتغطية نفقات الدولة ولسد العجز في الخزينة برفع السرية المصرفية وبوقف الفساد والهدر في المؤسسات والإدارات والمجالس وبضبط المنافذ البرية والبحرية والجوية وبمنع التهريب وبإلغاء الإعفاءات الضريبية وبإخضاع كل النفقات والصفقات إلى المراقبة والمحاسبة العمومية دعا النائب شامل روكوس في حديث إلى برنامج ساعة من العمر من صوت لبنان إلى الالتفاف حول الجيش والمؤسسة العسكرية لأنها الضمانة الدائمة لمستقبل لبنان تتحكي بدولة وتفتخر فيها بدك تبني مؤسسات بطريقة صحيحة وهذا اللي عن جرب يشتغله خلال العمل النيابي العنوين والشعارات عند العسكر شيء وبالحياة السياسية شيء تاني عند العسكر العنوين كان الشعار وشرف تضحي ووفاء وخاصة مفهوم التضحي والشرف تعرف أنه شو أهميته والوفاء بقى الشعارات حفظها وعيشها وبعدها الروح موجودة فيها الروح زيتها بالوقت بالحياة السياسية فيه كتير مطبط وإذا بدك هيك احتيالات وشعارات وفولكلور وبمحلات كتير كمان فيه غدر بالموضوع أوقفت دورية من استخبارات الجيش في زغارة ليلا مطلق النار في الحادثة التي حصلت أمس في بلدة مزرعة التفاح في القضاء والتي أدت إلى مقتل العريف في قوى الأمن الداخلي إميل نعمي والمواطنة إمي خليل وإلى جرح جندي في الجيش اللبناني أصيب أربعة مستوطنين إسرائيليين بجروح بعد سقوط صاروخ أطلق من غزة على مصنع في عسقلان وقد جدد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته اليوم على قطاع غزة وسقط أحد عشر قتيلا في القطاع منذ الجمعة وحتى فجر اليوم جراء غارات وقصف إسرائيلي مع دخول القتال عبر الحدود يومه الثالث وفي غضون ذلك تسبب صاروخ أطلق من غزة في مقتل مدني إسرائيلي اليوم وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الجيش بمواصلة هجماته على غزة بقوة وبتدعيم قوات المدفعية والمدرعات وسلاح المشات في محيط القطاع واستدعى الجيش الإسرائيلي لواء مدرعات إلى الحدود مع غزة ولفت الناطق باسمه أفخاي أدرعي إلى أن التقديرات تشير إلى استمرار الهجوم لأيام عدة ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن إسرائيل رفضت اقتراحا مصريا لوقف إطلاق النار فورا من الجانبين من دون شروط أكد نائب الرئيس التركي أن أنقرة ستواصل عملياتها العسكرية على الحدود مع سوريا حتى القضاء على التهديدات لفت الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يانس ستوتلبرغ إلى أن حلفاء الناتو يتضامنون مع تركيا في هذه الفترة التي تتسم بتحديات أمنية صعبة وحول شراء تركيا منظومة S-400 الروسية قال أن موضوع التزود بالتجهيزات العسكرية هو قرار وطني للدول ذكر عدد من وسائل الإعلام الجزائرية أن الرئيس الموقت عبدالقادر بن صالح سيلقي كلمة مساء اليوم يعلن فيها مبادرة جديدة للحوار والاستعداد لتقديم استقالته مباشرة بعد انتهاء هذا الحوار ذكرت صحيفة ساندي تايمز البريطانية أن سبب إقالة وزير الدفاع البريطاني جيفن ويليمسون قد يعود إلى تصريحاته حول مرض رئيسة الوزراء تريزا ماي ورغبته في إرسال قوات بريطانية إلى الخارج ولفتت الصحيفة إلى أن الوزير كان يقول في المكالمات الشخصية مع زملائه إن ماي وبسبب مرض السكري أصبحت غير قادرة على تنفيذ التزاماتها كرئيسة وزراء ويجب أن تغادر منصبها والآن إلى الأحوال الجوية الجو غدا غائم إجمالا مع ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة مصحوبة بغبار تؤدي إلى سوء الرؤية أحيانا كما تتساقط الأمطار الخفيفة الموحلة ولا سيما بعد الظغر إذن مجلس الوزراء يستأنف غدا مناقشة الموازنة والحرير يدعو إلى عدم افتعال المشكلات استمرار الإدراب غدا في المؤسسات العامة ومصر في لبنان سامي الجميل الجيش وحده يدافع عن الدولة دور السلاح عم بيأثر على الحياة السياسية وعم بيشوه ديمقراطية البلد تجدد الغرات على غزة وجرح أربعة مستوطنين بصاروخ سقط في عسقلان من صوت لبنان قدمنا لكم نشرة للأخبار موسيقى